اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة احساسك لما بتبطى الكورة دي احساسك بيبقى صعب جدا انا متخيله يعني كنت لس بقولك حتى لو نخش انا لو بلعب كورة وحاس انه في صلاحية في مدة كده للكورة تبقى حاجة مزعجة جدا طبعا اكيد طبعا انت حاجة حاجة بتحب يعني ده الشغل الوحيد اللي انت بتحبه يعني حاجة بتحبها بتشجعها متعلق بيها وفي نفس الوقت هي شغلتك فاهم هو ده اللي اه فاهم يعني فيها كل المميزات اللي انت ايه يعني مثلا هي حاجة انت بتحبها عموما بشكل عام بتشجعها برضو بشكل عام شغلتك فاهم انت بطلت كورة وانت في البيك يعني وانت في اعلى مستوى ليك ليه اه لا انا بطلت عشان المدربين يعني انا كان اخر حاجة المقولين كان كابتن شوقي غريب اه جي ماشي المجموعة الكبيرة كلها الكبيرة عمرا يعني اه اه ماشي المجموعة فوق التلاتين يعني اه ماشي المجموعة الكبيرة بس فبعدها جيت اروح اجي اروح اكلم مدربين كل مدرب تجي بتتكلمه مثلا ما انت بتشوف نادي تاني بقى فييجي يقولك السن السن كل المدربين بتتكلم في السن يقولك ليه انا مثلا انا عاوز مهاجم صغير عشان يجري كتير مش عايف هيجري يعمل ايه يروح في بين لعب ضحي احنا يفضل يجري بس اه والله والله المدربين كده انا بقولك تسعين في المئة من المدربين المصريين ما يعرفوش حاجة في القرى والله انا اتمرنت مع كتير جدا والله ما يعرفو حاجة يعني ايه ما يعرفوش حاجة يعني مقارنة يعني مقارنة انا بقولك مقارنة بالمدربين الاجانب ما يعرفوش حاجة انا بقولك تسعين في المئة في ناس كويسين يعني في ناس اوليين بالضبط احنا في نادي بدون ذكر اسم النادي يعني انا كنت في نادي من الاندية كنا بننزل كنا بنجمع اللعبة بالليل وكنا احنا اللي بنقول الخطة اللعبة الكبيرة يعني كنت انا كابتن الفرق انا ولعب معايا وكنا احنا اللي بنحط الخطة وتاني يوم احنا بنعرف قبلها بيوم المدرب بيقول التشكيل فاحنا بنعرف الحداشر اللي يلعبوه ونقعد احنا نحط الخطة هو بيلعب مفتوح واحنا فرقه بتنزل فإحنا كنا بنعب بالليل نقول هنلعب إزاي هنقفل مثلا هو عايز يلعب مفتوح ويهاجم وكده وإحنا فرقة ضعيفة بتنزل يعني مش بنجمع نقطة فكنا والله العظيم بتتكلم جد أنا باتخيل اسم النادي كنا بنجمع بعض إنت لعبت مع أولين وإسماعيل وزباق لا لعبت في 11 النادي فمش طعف تجيبه أنا مافتكر بس لا عادي ما هو النادي كان إيه والله زي ما بحكي لك كده والله كنا بنجمع اللعبة بالليل ونقول لهم مثلا هنقف إزاي وراء الأربع اللي وراء هيقفوا إزاي والدفندر قدامهم إزاي والنلعب بيلعبوا علينا قدام إزاي والمدرب كان مصري كنا بنشرح لهم آه مدرب مصري هو عايش في حتة تانية خالص هو عمل بالتمرين طول الإسبوع هو بيقعد بره المدرب ده كان بيقعد بره بيقعد بره يكاتشن طول الإسبوع ويجي بس قبل المطش بيوم يجي بقى يعمل الخطة قبل المطش بيوم والله معظمهم كده 90% بيقعدوا بره يتفرجوا وينزل قبل المطش بيومين بقى خلاص كده هيحط الخطة بقى بالعكس بقى المدربين الجانب بيشتغل طول الإسبوع على الخطة اللي هتلعب بقى في المطش يعني أنت طول الإسبوع بتتمرن عشان هتعمل ليه في المطش لا أنا أنا والله العظيم كنا بنقول للعيبة هنلعب ازاي كنت قولهم يلعبوا ازاي مين المدرب اللي انت كنت مبسوط وانت بتشتغل معه لا في ناس كويسين بس في مدرب انت ارتاحت ايو وانت بتشتغل معي حسيت انه طلعت كل حاجة عندك وفي مدربين ما لعبتش معهم بصراحة في اللعيبة بتشكر فيهم زي مين يعني الله يرحمه الكابتن إيهاب جلال اللعيبة بتشكر فيه الكابتن علي ماهر اللعيبة بتشكر فيه ما اتمرنتش معه الكابتن حلم طولان بقى انا اتمرنت معه مدرب كويس لقى فيه مدربين بس عشان ما نساش حد انت موضوع السن ده بالمناسبة السن ليه الناس عندنا هنا بعد التلاتين يقولك لأ خلاص انت كفاء علي الكرة كده بقى بعد التلاتين تبدأ تتشاف ان انت لعيب عجوز ده ما بيحصلش في أوروبا انه قدام طول ما انت جاهز بدنيا ولسه امكانيه ملكس في الملعب كامل ليه عندنا هنا بعد التلاتين شكرا انا ما عرفش والله انا في يعني مثلا يعني انا 34 سنة كنت هدا في الدوري تمام بعدها سنتين بطلت يعني انا الدوري اللي بعديه لعبته والدوري اللي بعديه بطلت ايه اللي حصل المدربين بقى تتكلم في موضوع السن يجي يقولك السن طب الانتاج بتاعي ايه الفترة الاخيرة هو السن اه 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 يعني اخر عشر سنين ممكن تلاقيين انا اكتر لعيب جايب في المهاجمين جايب جواهم في مصر اكتر عشر سنين وانت عاد في البيت كده وانت عاد في البيت اه اخر عشر سنين اكتر مهاجم اه تقريبا غالبا يعني اه لو بتلعب انت دلوقتي تبقى هدف دوري اه هي مش كده هو الموضوع توفيق اه انت لو لو في مهاجم معد خمس تجوان في الدوري مصري قول لي علي يعني اه جايب خمس تجوان مهاجم مثلا مصري انت اللواتي 27 سنة داخل ع 88 سنة لو بتلعب دلوقتي تقدر تسجل كم في الدوري بالتوفيق يعني ان شاء الله فايناني انافس عددور انا طول طول السنين اللي لعبتها كنت منافس عددوري طول السنين كلها اه يعني مفيش مثلا موسم جبت في جونجونين تلاتة الكلام ده اه اه انت اللواتي جاهز وبتتمرن وبتشتغل وانت فاهم انه صعب انه حد يجي اندالك اللواتي يقولك يا احمد تعالى ما احنا عايزينك معا انا مفهوم بس انت حاسس من جواك انك لو لو لعب اللواتي تقدر تسجل عادي طبعا عادي عادي جدا الموضوع مش الموضوع مش صعب خصوصا ان انت السنين اللي فاتت اشتغلت يعني لو انا جهزت لأ العب عادي ما انا بتمرن عادي بس الفكرة مش كنا اه الفكرة عايزة مدرب مدرب يكون قوي وعنده شخصية فاهم والله المداربين للأسف انت لما بتبقى مثلا لعب نجم بتلعب في نادي وبتيجي تنزل مثلا في الاندية اللي هي بقى مثلا في وسط المداربين بتبتدي تخاف منك بدون سبب اه عشان كنت اسمع عندك دايما انت عندك شخصية واللعب قريبة منك المداربين بتلعب من الكلام ده؟ لا 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 فيه مداربين اه فيه مداربين بتلعب طبعا اه وفيه مداربين يعني مثلا تيجي مثلا تلاقي ادارة النادي بتحبك انت زنبك ان الناس بتحبك ولا حاجة لا يا عم حاولت ماشي ليه ماشيني همشيك ليه اصلا انا هدف الفريق وبالعب والدنيا حلو والله كده بيفكروا كده المداربين كل تسعين في المية من الحاجات اللي بتحصل في الفريق كلها حاجات شخصية العيب يمشي على العيب يقعدك الحاجات دي كلها حاجات شخصية تسعين في المية منها حاجات شخصية اه لو انا احبك او اكرهك اه من لاش علاك او امكانياتك صح كده؟ كل واحد اعرف الناس يعني مثلا ايه والله انا مش جاي اتكلم او انتقد او الكلام ده كله بالعكس انت بتقول حاجات دلوقتي المهمة انه الناس تشوفها وتستفيد منها ونحسن يعني هم مش بيفكروا ازاي يشتغلوا هو بيفكر ازاي يسيطر على المكان اي يعني معظم الناس اللي اشتغلت معها بيفكر ازاي يدخل المكان يسيطر عليه ازاي جند لعيبة لعيب في الفرقة ولا لعبين والله يقولولي كل حاجة ازاي جند العمال ازاي تقرب من ادارة الناد عشان افضل موجود والله قبل ما بيفكر يشتغل اه يعني مش بيقول انا هشتغل وعلي لا لما بيهتموش بالناحية الفنية قد يم بيهتموا بالحاجات اللي حواليها بس آركب تانا ولاقول انه الموا يعني انت بتقول عدد كبير بس المشكل الناس لا مشكل الناس اه في ناس كويس انا ذكرتلك ناس كويس اه في ناس اللي اعيبة بتتكلم معادي كابتين احمد سامي برضو اللي اعيبة بتتكلم عليه كويس يعني مش كل الناس عشان ما اتمرنتش مع كل الناس ايوة لكن اللي اتا اشتغلت معهم هو تتكلم engineers اه اه اللي اشتغلت معهم لا قليلين يا كابتن عوضة كويس في ناس كويسة دول فترتك في مصر دي عشان اروح كمان في الحكايات الهلالة السعودي بس في مصر دي مين اكتر نادي انت كنت تلعب معاه ومرتاح فين في اي نادي من التجارب الكتير اللي انت خطتها كنت مرتاح في النادي ده في مصر لا لأ عنديها كتير المقاولين مثلا كنت مبسوك كنت حسن ان انا عاعد في بيتنا عشان كده كنت باشتغل كويس المقاولين جبتلهم في الدورة 54 جولة او 53 جول تلات سنين اه تلات سنين تلات سنين او 54 جول اه طبعا في مواجبين بتلعب حياتها كلها ما بتجيبوش في الدورة المصر بجد ف المقاولين المقاولين البنك الاهلي البنك الاهلي والكابتن خالد مشاني كابتن خالد جلال كنت هدى في الفريق ومشاني والله ليه مشاك؟ عشان الفكرة دي برضه بتاعت ايه؟ عشان فكرة ان الادارة كنت بتحبني والله هرقى بيض والله كنت هدى في الفريق والادارة ايديتني غصبا عنه وفضلت اقعد وانا اللي اخترت امشي في الاخر لما قال لي خلاص هو قال لهم استنى لما جدد عشان يبقى قوي وهم اعلنوا ان هو جدد بعد كده قال لهم يا انا هو لما جدد قبل ما يجدد مقدرش ماشى اللعيبة اللي هتمشي بس ما كانش ماشى يعني استنى لما جدد بعد لما جدد خلاص هم اعلنوا ان هو جدد قدام الرأي العام والناس خلاص طب هل مثلا كل المدربين كان عندهم مشكلة مع احمد علي ولا ممكن يكون احمد علي اللي كان عنده المشكلة؟ خالص انا لو عندي مشكلة ما كنتش احمش كويس السنين دي كلها انا بحكي لك بعض الحاجات لكن مش كلها مش ممكن تكونين انت مثلا كنت بتضايقهم شخصيته قوية جدا فشخصيته قوية علينا فمش عالفين نتعامل معاه مش ممكن دي حاجات يجي في بالهم؟ خالص ولا الهوا اه ولا اي حاجة كنت لعب ملتزم وبتسمع الكلام انت شايف مع السنين اللي فاتت دي كلها كنت بلعب ازاي انت لو بتضايق مدرب هيلعبك؟ لا طبعا طيب ما كنت بلعب ازاي الحمد لله كل الفرق اللي لعبتها كنت شغال فيها كنت بلعب أساسي فيها المشوار الزمالك كان مشوار بالنسبة لك تحب تسترجعه وبتحبه ولا مشوار ما كانش جيد؟ لا طبعا اكيد اه اكيد الديئة في الزمالك حلم طبعا لأي العيب ليه ما عملتش مسيرة عظيمة في الزمالك؟ ما عملتش مشوار طويل معنا دي الزمالك؟ هو الزمالك على حسب الفترة اللي انت فيها يعني الزمالك برضو انا تقريبا جايب معهم عشرين جون في سنتين اه الزمالك اللي عبت فيه فيه سنتين بس بس انت على حسب الزمالك بالذات على حسب الفترة اللي انت كنت فيها يعني انا الفترة اللي انا كنت فيها في الزمالك اول سنة كنت انا اللي بلعب وكنت هدف الفريق تاني سنة المستشار المرتارة جاب فيها مشى الفريق كله وجاب فريق جديد كان هو بيضغط على المدربين أنه يتلعب ناس معينة خالد أمر يعني ما احترامي لهم كلهم لعب أكبار بس كان بيضغط عليهم دول اللي لعبوا لو حد تاني لعب كان بيبع فيه مشكلة فأنا أنا من الناس اللي ما يعني ما بحبش عهد في نادي ما بلعبش فيه آه فقلت همشي آه أنت عملت مع مين مدربين في الزمالك أحمد حسان ميدوي آه هو ما احترامي حفظ الألقار يعني هو كابتن كبير وكابتن حلمي طولان آه آه المصريين وباتشيكو آه وفريرا وآه في حد تاني دول اللي اشتغلت معاه وكابتن حسام حسن كابتن حسام حسن مين كان امبسطت معاه ومين ما كنتش بتأدي معاه هو موجود يعني مين ما امبسطتش معاه من الأسماء دي لا كل والله كلهم كويسين طبعا لا كلها اسمها محترمة أم يعني في أصليها عاملة زي كاميا كده في مدرب بتاعات تشتغل معاه وفي مدرب بتاعات تشتغل معاه لا كلهم أنا بكيف نفسي على المدرب آه يعني أنا بشوف المدرب عايز هو أحاول أعمل اللي هو عاوزه بس آه أمشي في السيستم بتاعه وكمين عارب الناس ليك في الزماليك وقتها؟ لا كل اللعيبة يعني أنا أنا انطواء شوية بصراحة آه ما أنا حاس من كلام آه يعني أنا شوية انطواء يعني مش من الناس اللي هي مثلاً هي بتعملت صداقات كتير في الفرقة وكلم آه يعني مثلا كل الناس يعني بعملهم كويس آه بس مفيش حد بيقى مقرب يعني كلهم زميل احنا كلنا مقربين من بعض احنا فريق واحد وكده أكيد كلنا قريبين من بعض لكن آه لكن مفيش العموماً يعني الفريق كله كل الفرقة اللي لعبت فيها كل اللي لعبها اللي بلعب معها بيبقى أخواتي وصحابي وكده يعني وصحابي يعني وأصدقاء زي ما انت بتقولي آه ومازالوا آه طبعاً كلهم مازالوا طيب فترة الإسماعيلي بقى الإسماعيلي دي كانت فترة جيدة بالنسبة لك ولا؟ طبعاً أحلى فترات حياتي أحلى فترات حياتك لأنها كانت البداية الحقيقية وبعدين هو الإسماعيلي كان غير دلوقتي خالص الإسماعيلي الأول يعني النجوم طبعاً الإسماعيلي الأول كان كان هو مش كان هو مازال الإسماعيلي فريق كبير جداً وكان لعيبة كبيرة احنا كنا بنروح 11 لعيب منتخب مصر وكان معنا لعيبة أفارقة بتلعب أساسي يعني معنا كده أن كان فيه ناس بتقعد احتياطي بتروح المنتخب والله كنا 11 لعيب بالروح المنتخب في الإسماعيلي فاللي حصل إيه؟ اللي حصل برضو نفس الفكرة هناك بيجي مجلس إدارة الناس كلها بتتدخل فيه وبيسيطروا على قراراتهم فبيبقى بقى مجلس الإدارة بياخد قراره من الناس اللي هي في الفيسبوك والحاجات دي كل مجلس إدارات الإسماعيلي كان اللي وقع الإسماعيلي اللي وقع الإسماعيلي وقعه وجابه أرضاً هو اسمه كان رئيسي النادي كان اسمه رقفة عظيم لأنه السنة اللي احنا مشينا فيها كلنا مشينا 25 لعيب هو اللي مشاهم مشا الفريق بالكامل وجاب مجموعة كلها من الدرجة التانية فدي كانت البداية لمشاكل كتيرة دخل فيها الإسماعيلي بداية وقوع الإسماعيلي اللي هو فيه بقى السنين اللي وراها كلها كل دا هو كان بسبب طبعاً مشيت 25 لعيب في وقت واحد عدت تقريباً 90% من الفرق اللي موجودة في مصر يعني هل قاضيتك الصدفة مرة أو مفاوضات مع النادي الأهلي ولا النادي الأهلي ما كانتش تكلم مع أحمد علي ولا مع الله لا النادي الأهلي أكيد أكيد يتكلم كانت فترات طويلة جداً أنا فترة كان فيه جدية عايزين أحمد علي دلوقتي هو الفترة الفترة اللي روحت فيها الزمالك هو أنا في الهلال السعودي آه يعني قبل ما تروح الزمالك أنا الأهلي بتكلم برضو ساعتها اخترت الزمالك لا آه طبعاً أكيد آه لا هو فترة الزمالك كان فيها حاجتين أنا كنت في الهلال السعودي تمام ورجعت رجعت من الهلال السعودي عبد الإسماعيلي فخلاص عادي كان بيخلص آه فأنا لما لعبت في الهلال السعودي ما أعتقدش ما كنتش معتقد يعني كنت مبسوط هناك والدنيا كانت حلوة قوي فأنا كنت في مفاضلة أنا بكلمك بصراحة عن بتاع جماهير أنا عارف لا أنت بتقولي الكلام بقولي اللي حصل يعني وبدون تجميل وبدون أن أنا ما ده أحلى حاجة عارف لما كلام بيبقى والكلام بيبقى بقى إن هو في شدق أو في كلام بقى بيش مجميل ألمي الجماهير بقى وعمل لقطة والجول فهو كان الفكرة في الوقت دوت كان الزمالك بيكلمني والأهلي فالأهلي طبعاً نادي كبير جداً وشرف لي أصلاً كان في الوقت لحد أن نادي الأهلي يفكر فيه ونادي الزمالك ففي الوقت دوت كان الأهلي لازم أعود لحد يناير أو أعود ست شهور ما عندوش مكان في القايمة فأنا لو رحت الأهلي أعود ست شهور ما ألعبش ألعب من أول للموسم فأنا قلت لأ أروح الزمالك مش عشان الأهلي مش عشان الأهلي إن أنا أصلاً زمالكاوي أنت أصلاً زمالكاوي إسماعيل لاو زمالكاوي إسماعيل لاو زمالكاوي يعني الزمالك والإسماعيل بالنسبة لي بس كنتش عندك منع أنك تلعب في الأهلي لو ما كانش فيه ست شهور دي بص هقولك على حال ما فيش أهلي والزمالك لسه إحنا نتكلم قبل الزمالك أي لعيب في مصر هيجيله أهلي وزمالك لو الأهلي كلمه هيروح لو الزمالك كلمه هيروح ده طبيعي ده مستقبلك إحنا بنتكلمش في عاطفة وجمهور لا لا بعيد عن العاطفة والجمهور وانتمائك اللي إنت قلته خلاص أنا راجل الزمالكاوي إسماعيل لاوش جاي لك أهلي وزمالك بنفس الظروف وإنك هتخش الأهلي تلعب من أول يوم كنت هتختار أهلي وزمالك وقتها وقتها؟ الزمالك الزمالك بارك م Has讲رك أنا هقولك على حاجة بس أنا مش عايز الناس تفهمها إلاس تفهمها غلط أنا كنت جاي من الهلال السعودي منتشي يعني ما تزعلش مني ك إمكانيات ككل حاجة شفتها في الهلال السعودي معتقدش إن أنا كنت هاجي مصر أعيش نفس الظروف فكان بالنسبالي لا عاديا بتتكلم عن الأمور المالية يعني ولا بتتكلم على الأمور الفنية لأ خلي بالك مش كل حاجة عن الأمور المالية خلي بالك في حاجات غير الأمور المالية مهمة جدا تنظيم الفريق هناك كاينك بتلعب في أوروبا الهلال السعودي وأنا هناك كاينك بتلعب في أوروبا كل حاجة مميزة ليه ما كملتش هناك؟ ما كملتش عشان الكابتن حسام حسن جي مسك الاسماعيلي ومرضيش جدد للأعرى بس مرضيش جدد للأعرى وكنت هجدد لأن أنا كنت بلعب أسيا فهكمل معهم بطولة أسيا فهو مرضيش جدد للأعرى وقال لك ترجع آه قال لازم يرجع عشان أخد الدوري فأنا عادت معاه هو كابتن إبراهيم قلت لهم أن أنتم هتمشوا بعد شوية صغيرين لأن كان المرتب بتاعهم عالي وأنا عارف اسماعيلي يعني فقلت لهم أنتم مش تكملوا شهر وهتمشوا فسيبونا أطلع أحترفه كده فقال لك لأ فرجعوني كان مع يحيا كومي رجعوني ورجعت ورجعت؟ طمعا ومعرفتش تكمل هناك؟ معرفتش تكمل بقى أنا مش ملكي نفسي أنا مفهوم أنا ملكي الإسماعيلي فاهم؟ يعني كانت حسن حسن أرجعك من هناك وانت كنت مكمل هناك بس موت موت إيه؟ موت يعني كان قطبكت فترة صعبة جدا لأن خلاص أنت أطلعت وخلاص خدت طريقه وهتكمله وعمل اسمه محترم هناك وفي وقت قليل قدرت أشتغل كويس وبتاع بس كنت عايز أكمل فترة أطول يعني آآ فرجعت آآ كان الإسماعيلي يسأل اللي خلي بالك هو رجعني والإسماعيلي ما استفدش مني قال لأن كان عقدي بيخلص فطلعت عز ملك بمبلغ قليل جدا ماشي مين مهاجم دلوقتي في الكرة المصرية بيعجبك لما تفرج عليه؟ مهاجم؟ أجنبي ولا مصري؟ يستحسن مصري زيكو زيكو آآ آآ لعب زد آآ آآ بيعجبك لا هو أصلا كمان أنا عايز أقول لك على حاجة هو يعني أنا شفته في الملعب يعني أنا اتمرنت معاه شوية وشفته هو لعيب بيعرف يلعب في الثلاث أماكن اللي قدام يعرف يلعب راس حلبة ويعرف يلعب يمين وشمال وشمال كجناح آآ وبعدين هو عنده كل الميزات هو مهاري آآ بيعرف يرقص بيعرف يجيب جوان بيعرف يلعب بدماغه سريع في كل الإمكانيات مميزات آآ وسام وعلي رأيك فيه لا مهاجم جامد مهاجم جامد أنا أول ماتش لعب وقلت عليه كده وأنا لديها حلقة قديمة آآ قلت فيها كده آآ كانت في أحد البرامج وقلت كده فأول ماتش لعب أول ماتش لعب آآ بتعرف مين المهاجم ده جامد إزاي بيستلم إزاي بيتحرك آآ بيتصرف إزاي والكورة في رجله كده يعني آآ هاي دي اللي بتخل أنا بسألك عشان أنت راجل مهاجم كبير فأنت اللي هتقول لنا السنس ده بقى جايب طريقته يعني الفينش بتاعه بيفنش إزاي آآ من نسبه للمهاجم الكبير اللي بيجيب جول حلو آآ لأنت بتبقى شايف حاجات تانية كتير طبعا أكيد طمام يعني غير الكورة اللي في الآخر وتسجلها ده إزاي بتعرف تساعد فرقتك تطلع من تحت آآ إزاي بتعرف عالقورة إزاي بتتحرك أهم حاجة التحرك سيف الجزيري رايك فيه لا سيف ما فيش كلام عليه هو سيف مهاجم جامد جدا جدا وسريع وقوي وعنده ميزات بس هو صاحبي يعني كان بيلعب معي في الماولين بس هو ما يزعلش مني لأ طبعا أنا مهاجم أجنبي ومهاجم ند الزمان لازم كل سنة نفس على الدور إنما ما أجيبش جنين ثلاثة خمس تجوان وأنام عليهم آآ لأن أنا مهاجم الزمالك وبعدين أنا مش مصر أنا مهاجم أجنبي آآ فاهم ما يبقاش عندي الإمكانيات دي هو بخيل هو بخيل آآ آآ حتى يعني بص أحيانا في حاجات آآ أحيانا في حاجات بتأثر على العيبة آآ أو بالذات الأجنبي آآ النواحي المالية ما إحنا برضو لازم عشان أتكلم عليه لازم أدورله على حاجة ممكن تكون بتضايقه آآ بس هنا لما تيجي لما تيجي تقول أنت كده كده هتاخد سواء اتأخرت ما تأخرتش كده كده هتاخد فلوسك فاشتغل لنفسك يعني اشتغل عشان عشان اسمك وعشان فرقتك وعشان حاجات كتير ماتش السوبة الأفريكي الأخير لأهلي والزمالك كنت بتطاقع أن زمالك هيكسب؟ أولا كنت بفاجأة بالنسبة أو يعني تبقى للظروف والكلام اللي تقال يعني تفاجأت أنه زمالك كسب هلنسا عادت تقول أنه الأهلي هيكسب وأنه الأهلي أفضل؟ لا هي مطشط الأهلي والزمالك آآ مطشط الأهلي والزمالك ملهاش توقعات دايما يعني آآ لكن طبعا كل الناس كانت بتقول كده آآ كانت بتقول أن الأهلي هيكسب وده نتيجة حاجة واحدة نتيجة بس أن الأهلي كإدارة وكنادي مقفول عليه وماشي في سيستم أما الزمالك كان عنده مشاكل كتير برى الملعب عنده مشاكل كتير فأكيد المشاكل دي بتوصل لفريق كورة فأكيد كل الناس توقعت أن الزمالك هيخسر بسبب الحاجات اللي بتحصل برى الفريق اللي هي المحيطة بالإدارة اللي هي الشكاوي المشاكل اللي عندهم طبعا طبعا الزمالك كسب المباراة ليه؟ الزمالك كسب المباراة ليه؟ عشان دي مباراة كورة كده يعني اللي بيكتهد اللي بيكون مركز أكتر أكيد التوفيق بيبقى معاه والزمالك كان أفضل بكتير بكتير وبعدين المدرر بتاع الزمالك أنا كلعيب لما شفت التشكيل الدقيقتي منه دقيقتي ليه؟ لأن أنا عايز أكسب يعني أنا أفضل قد مثلا ألعب بمحمد شهاته جنب دونجا عشان أقفل الملعب لأن برضو أنا بلعب الأهل فريق كبير فهو عمل حاجة اللي هو لعب ناصر وعبد الله السعيد فكان فتح الملعب يعتبر بس دا برضو عشان حاجة عشان اللعيب برضو لازم نديله حقه دونجا 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 ما شاء الله بدنيا وفنيا بيشيل نص الملعب لوحد بيشيل نص الملعب عايز ألك وإنت بتلعب كورة يعني وإنت في الملعب من اللعيب اللي كان نفسك تلعب جنبه ما سنحتش الفرصة أنت تبقى موجود جنبه ما فيش فرقة جامعتكم يعني سوء اللعيب دا لو كان بيلاعب معي كنا عملنا شغل مع بعض جامل جد هو فترات روحت المنتهب طبعا كابتن أبوتريكا كابتن حزم إمام كابتن محمد بركات لأ فيه دون لو أنت آه كابتن عماد متعب كان نفسي لعب معي مين من دلوقت اللي موجودين لو كنت انت موجود في الملعب ولعبت معهم كنت عملت شغل عظيم من الحاليين من الحاليين هو لعبت معي قبل كده عبدالله السعيد وشكابالا عبدالله السعيد وشكابالا آه مين تاني؟ آه عبدالله السعيد وشكابالا آه يمكن دول دلوقتي دول هم دلوقتي آه لأن الأجيال الأديمة دي عندها ميزة كبيرة عوي آه 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 حرسين دايما على الفوز ودايما عايزين يكسبهم آه ما زي الأجيال بتاعي دلوقتي الأجيال دلوقتي مش حلوة؟ لا الأجيال دلوقتي لعيبة جامدة بس هم مركزين في السوشيال ميديا آه آه مركزين في حاجات تانية غير الكورة بتخرجهم برا الكورة آه آه فكرة أنه يعني مثلا من الحاجات اللي انتقلت فيها لعيبة الأهلي في الفترة الأخيرة بعد ماتش السوبر اللعيبة بتسهر اللعيبة بتخرج اللعيبة بتروح حفلات تفتتاح مش عارف إيه الحاجات دي بتبقى عادية لعيبة الكورة ولا مش عادية؟ أنه يعيش حياة طبيعية؟ بص هو أنا انا مؤمن بحاجة أنا كنت لعيب كورة آه أنا مش أقولك زي كل الناس اللي بتطلع تقول ماينفعش كده الفريق خسر يطلعوا يقطعوا اللعيبة زي ما انت شايف كده ما معشور ومش عارفة أنا مش دعوة بحياته الشخصية آه أنا لليه دعوة بالملعب أنت لعيب آه في الملعب فنيا كويس آه آه أوكي ما عنديش مشكلة مش كويس أكيد المدرب هيعقبك مش هيلعيبك آه فأنت الخسران برضي بالزبط آه إنما ما تجيش ما لكش دعوة بحياتي الشخصية بره أنت ما لكش دعوة نعمل إيه آه انت لك أرض الملعب مش كستك آه طالما أنا متزم مع فريقي آه طالما آه آه أنا راجل شغال كويس في الملعب آه آه بس طبيعي عشان الأهل خسر آه إمام عشور آه آه بعض اللعيب آه لكن أنا رأيي حاجة لا يعني أنا بزعل برضو من اللعيبة الكبيرة اللي بتطلع تتكلم بس هم معذورين برضو يعني يعني إيه لعيبة كبيرة معذورين اللعيبة اللي بتطلع تتكلم مثلا يودي يقول لك أسلي إمام مش عارف بيصل أنت مالك ما أنت وإنت لعيبك أنت بتخرج وبتروح وبتيجي أنت مالك آه ما لكش دعوة بيا برا الكورة أعمل إيه واروح فين واجبنين هم معذورين ليه؟ بتقول لي معذورين إيه؟ هم معذورين بتقول لي معذورين ليه؟ عايزين الناس تشوفهم وتسمحهم آه فيقوم إيه يروح أي الحاجة على أي لعيب آه فتمام يعني آه 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 فتمام السوبر المصري اللي جاي توقع مين اللي هيفوز بالبطول؟ الزمالك برضو الزمالك توقع ولا أمنية؟ الاتنين آه توقع على أساس إيه؟ أمنية مفهومة أنت راجل زمالكاوي توقع إيه بقى عشان نكسب السوبر الأفريكي؟ لأ عشان الزمالك دلوقتي مثلا أعتقد الأمور أهدى دلوقتي آه في الإدارة فزي ما قلتلك طالما عنده عناصر ممتازة بالزبط طالما الأمور هادية الأمور بتوصل هدوءها بيوصل لفريق القورة آه باللص إن هم لسه كسبانين فروحهم عالية آه آه حتة ما عندهمش مشكلة يعني أيا كانت نتيجة كاس السوبر هم عندهمش مشكلة فاللعيب هتلعب بالمنطلق ده أنا لسه واخد بطولة آه فكيب يلعب وهو هادي ما علاهوش ضغوط كبيراً وهو أنا خسران آه بالعكس اللي عليه ضغوط الأهلي آه فاللعيب هتبقى بتلعب وعليه ضغوط آه الزمالك لا آه الزمالك بواخد كاس السوبر فعليه ما علاهوش ضغوط فيلعب براحت ويلعب مرتاح عاش العكس المهم جدا ما أنا بختم معك هو أنت بتفكر في إيه للمستقبل؟ أنا أنت مالنسلesi بتفكر تبقى أيه مدرّة تبقى اداري بتشتعب في العلام بتفكر في إيه؟ آه لا أبقى مدرب اه ستج VERG لا لا طبعاً لا لا الفرح كلها تبقى سو celestial 30 ها لا ألعبت لا ألعيب ت Kita لا 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 خالص لا عادي لا ما لهاش علاقة اللعيب اللي يشغل كويس طبعاً أنا اتمرنت مع واحد عظيم، بيعلمك، كان بيعلمك إزاي كل حاجة في الكورة، مستر فريرا جسولدو فريرا، كل الناس بتحبش جسولدو فريرا، فيش حد يتدرم هو عشان بيشتغل ألف في كورة، بيعلمك من الألف للياء، إزاي تبقى واقف، إزاي تبقى سريع يعني أول مدرّي بيعلمني إزاي بقى سريع بالكورة، أستلم إزاي عشان أبقى سريع حركة سريعة أول مدرّي بيعلمها لك، كان عندك كم سنة وقتها وانت بتلعف الزمالك؟ 27-28 سنة، كنت لست بتعلم القصة دي عشان مفيش مدرّي بيعلمها لك وكان بيعلم أحمد عيد، أحمد عيد عبد الملك، كان بيعلم كل الفريق يمسك لعب لعب، بجانب الشغل الفني، كان بيعلمك كل حاجة، فأنت اتمرنت مع مدرّبين هاجانب لأخذت منهم حاجة، الكابتن حلمي طولان متعين؟ في ناس هنا كابتن محمد عودة، قس انت متاخدش فكرة إن أنا المدرّبين لأ هم في نسبة كبيرة منهم لأ مش عارفة حاجة والله، أنا في مدرّب في وقت، في مدرّب كان بيجي يقول الخطة بتاعته كده والله، الكرى مش المدش، الكرى مش فكاقة، أهي، واحد اتنين، الطويل جوّن، والله دي الخطة والله، ومدرّب اسمه كبير جدا في الدور المصر، ومسك منتخبات، والله، والله دي الخطة ويقول التشكيل، وخلاص، ومسك منتخبات؟ والله، وراد يتكلم في التليفون طول الليل والنهار، بس منهم منتخب أول؟ معرفش منتخبات دي إيه؟ لا، أنا طوّد، أنا خدت معاك دقيقتين زيادة، طب خلاص عشان الناس لا، ما تحتقولي ليس، وأنا خدت دقيقتين دقيقتين؟ والله، والله زي ما بولي لا، ما أحنا عندنا مدرّبين كتيرة، هو منتخب أول، هو مسك منتخب أول؟ معرفش؟ تعرفش مسك منتخب أول؟ ما ليه منتخباتين إنت أو تاني؟ ليسك منتخبات، ممكن يكون مسك، مش عارف مسك منتخبات، والله خلاص؟ ماشي، نوارتك عبدالأحمد حبيبي تسمى أنا عمطلا عرفته يعني، بس مش لازم خلصتنا دول إسم نوارت الدنيا، والله شرفتنا جدا، ودايما نسمع عناك كل خير ربنا يخشب ديك يا حبيبي تسمى